كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تيتي أنتونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية إلى جانب السيدة أناباولا وزيرة الشباب والرياضة الأنجولية والسفير نيلسون مانويل السفير الأنجولي بالقاهرة السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس جواو لورانزو وأكد سيادته الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنجولا في مختلف المجالات لسيما التبادل التجاري والاستثمار إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المشترك كذلك على صعيد التعاون الفني وبناء القدرات كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الأنجولي والرئيس لورانزو شخصيا فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصب إليه الدول الإفريقية من جانبه أعرب السيد أنطونيو عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا لسيادته رسالة خطية من أخيها الرئيس الأنجولي والتي أكد فيها تطلع بلاده لتطوير مصاري العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعيدة رسميا وشعبيا خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري فضلا عن الإشادة بالدور الفاعل للسيد الرئيس في معالجة القضايا الإفريقية لسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها مع التأكيد على تطلع أنجولا للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة والتي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل أليات العمل الإفريقي المشترك خاصة على صعيد الاتحاد الإفريقي اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك كذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الإفريقية خاصة من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين وبالتنصيق مع الجهود القارية ذات الصلة وذلك لمواجهة تلك الأفة العابرة للحدود